بساء الخير النهار دا العالم كله بيتكلم عن شاب مصري اسمه محمد صلاح الحقيقة انا حاب اعرفه بهذه الصفة بالصفة اللي احنا كلنا بنتكلم بيها عليه شاب مصري هي دي صفته الاصلية هي دي صفته الحقيقية محمد صلاح مصري وحتى في انجلترا وهم يعني بيقولوا عليه لقب بتاعه يعني بيقولوا عليه الملك المصري الايجيبشن كينج صلاح مبارح حفر بصمة في تاريخ الكرة الانجليزية هتفضل موجودة ولسنوات طويلة جدا صلاح عمل حاجتين خد لقب الهداف التاريخي لليفر بول وعمل بلوك لكل الناس اللي بيشككوا في قدراته او اللي بينظموا حملات ضده بمناسبة ومن غير مناسبة صلاح عمل انجازه برفوق العادة في احسن مناسبة ممكن يحتفل فيها بانجازه وهي الموقع التاريخية اللي ملهاش الحقيقة مسيل وصعبت جدا انها تتكرر مباراة ليفر بول ومانشستر يونيتد الحقيقة قدر ليفر بول يهزم منشستر يونيتد 7-0 وصلاح جاب منهم هدفين وكمان صنع بعض هذه الاهداف يعني مفيش توقيت اجمل من كده عشان صلاح يحتفل بوصوله للهدف رقم 129 خلال مشواره مع ليفر بول في الدوري الانجليزي توقيت انجاز صلاح الحقيقة بيعتبر توفيق كبير جدا من عند ربنا لانه كان ممكن يوصل لهذا الرقم في مباراة عدية جدا ويمكن كمان في مباراة يكون فيها ليفر بول مغلوب فاللي حصل كان حدث كبير جدا فعلا وكان طبيعي ان اللي عمله محمد صلاح يبقى ترند الكورة العالمية كلها هتتكلم عنه وده طبعا غير الترند المعتاد اللي بيتعمل مخصوص لشخص تاني فأي وقت صلاح بيحقق في انجاز عادة بقى ولا هنشتريها ولا يمكن عليهم ندر ولا حاجة لازم يعملوا كده كل مرة محمد صلاح يعمل انجاز بالمناسبة الشخص التاني ده كان لسه قبل ماتش مبارح بيقول عن محمد صلاح انه مستوى وحش ومش عاجبه وعمل ينظر عليه ويدي له نصايح لكن ارادة ربنا شاءت انه محمد صلاح اللي مركز بس على الاهداف اللي في دماغه قدر يحقق هذا الانجاز من غير ما يلتفت لأي تعليق مغرض او اي حملات بتتنظم مخصوص عشان تأثر على مستوى محمد صلاح لكن بيفضل في الاول والاخر الحقيقة الناصعة الواضحة ان محمد صلاح ايقونا مصرية كلنا بنفتخر بيها وكلنا بنعتز بانتمولي هذا البلد النهاردة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء احتفل بانجاز محمد صلاح وكتب معلومات عن الارقام القياسية اللي حققها ومنها طبعا الـ 129 هدف مع ليفر فول وانه اول لاعب في تاريخ النادي قدر يجيب اهداف منشستر يونيتد في ست مباريات متتالية ست ماتشات متتالية لكن المركز كمان فكر محمد صلاح بمعلومة اكيد هو نفسه عارفها وفاكرها واكيد بيخطط عشان تكون انجازه الجديد ان شاء الله هذه المعلومة هي ان صلاح قدامه تمن اهداف بس عشان يقدر يحطم رقم جرار اللي بيعتبر اكتر لاعب في تاريخ ليفر فول قدر يسجل اهداف كل البطولات ان شاء الله هده الانجاز الجديد يتحقق باسم الشاب المصري محمد صلاح مصر جديدة اهلا بيكم مصر جديدة